السلام عليكم مشاهدي ومتتابعي قناة نهار وأهلا بكم إلى عدد جديد من حصتكم ضيف الاقتصاد ضيفي وضيفكم في هذا العدد هي شخصية لطالما لقب بالاقتصادي الهادئ بدون إطالة دعونا نكتشف شخصية اليوم في هذا البورتري من نائب برلماني بلجنة الفلاحة في العهدة البرلمانية سبعين وتسعين الفين واثنان إلى وزير لاصطناعات الصغيرة والمتوسطة ثم وزيرا للتجارة ثلاث مراحل تلخص قصة ضيفنا الذي صال وجل في كافة القطاعات الاقتصادية ليضع بصمته المميزة إنه الوزير الأسبق مصطفى بنبادة ابن مدينة متليلي بغردايا المولود في الخامس والعشرين أود 1962 تلقت أكوينا أكاديميا متنوعا فهو مهندس الدولة في الفلاحة سنة 87 وصاحب شهادة الدراسات المعمقة في علوم البيئة سنة 95 ولم يقف طموحه عند هذا الحد فهو مسجم لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافية نهل بنبادة من مختلف المشارب الاقتصادية وتشبع بها ووسبغها بصبغة محلية من خلال تكوينه السياسي في حركة مجتمع السلم المعروف عن بنبادة هدوءه واحترامه للآخر وإصغاؤه للجميع حتى من لا يوافقه الرأي صفة اكتسبها ابن مدينة غرداي من خلال مساره المهني المتعدد أمن أستاذ إلى مدير دراسات بجامعة ورقلة إلى منتدب للدراسة بالخارج احتكى بنبادة بمختلف الفئات ما أهله لأن يرتقي في سلم المسؤوليات سواء في نظاله الحزبي أو مهامه الرسمية بالحكومة الجزائرية خاتمة المهام الوزرية لبنبادة لم تكن هادئة فرجل الهادئ عرض حزبه الذي فكر ثباته بالحكومة وبقي وزيرا لغاية الشهر ماي 2014 ليخلفه الوزير السابق أعمار بن يونس لتستمر مصيرة الهدوء حتى بعد خروجه من الحكومة فهل يستحق مصطفى بنبادة لقب الاقتصادي الهادئ مصطفى بنبادة وزير تجار الأسبق أهلا ومرحبا بك معنا أهلا وسهلا وشكرا لك الأستاذ ياسين على هذه الاستضافة الطيبة على العفو إذن كما كنت تشاهد معي في البورتري هل مصطفى بنبادة يستحق لقب الاقتصادي الهادئ والله إذا شئتم أنا معروف في وسط الأسري وفي محيطي العام بأنني إنسان هادئ وبسيط في تعاملاتي المختلفة فعلا لست رجلا سريع الانفعال الآن نتكلم عن نقطة مهمة منذ خروجك من الحكومة شفنا بنبادة قليل الظهور إعلامين إلى غير ذلك هل ممكن أن نعرف ماذا كان يفعل معالي الوزير وكيف كان يقضي يومياته هل كان عنده مشاريع إلى غير ذلك الله ككل مسؤول طبعا نلتزم بواجب التحفظ في فترة معينة من الزمن ولكن سيد بنبادة عاد إلى الحياة العادية للمواطن طبعا الأولوية هي استدراك بعض الواجبات الأسرية لأن الجميع يجب أن يعلم بأن المسؤول خاصة المسؤول المنظبات والمسؤول الجاد ربما يضطر إلى إهمال هذا الجانب فحاولت أنني استدرك بعض الأمور المتعلقة ببعض الواجبات في الأسفار مثلا في الترويح على الأسرة الكريمة سفرت مرتين والثلاثة إلى الخارج بالأسرة إلى ماليزيا إلى إسبانيا إلى البقاع المقدسة فحاولت أنني استدرك لأن في 12 سنة من عمل لمسافرت شانا الأولاد للخارج كانت عددنا العطلة عشر أيام في السنة ثم 15 يوم في السنة من الصعب أنك تبرمج سفريات فكنت معظم لوقت أقضي العطلة السنوية في الداخل ثم أيضا أستدرك بعض الواجبات الخاصة في البلاد في ولاية غردية في مثليلي بالضبط المتعلقة بشؤون الأملاك الخاصة التي خلها للوالد الله يرحمه بعض بساتين النخي البيت الكبير ثم الواجبات تعالى الأسرة الكبيرة سلة الرحم بعد ذلك طبعا نقضي وقتي كسائر ربما للإطارات أولا في بعض كما قلت السفريات ثم القراءة ثم مارست الرياضة الحمد لله شي جميل جدا تعودت لي الحياة العادية فقط يعني نعود نقوله فقط يعني لما خرجت من الحكومة يعني بعض المصادر قالت أنه بالنبادة هو ليطلب أنه يخرج من الحكومة لدواعي الصحية إلى أي مدى يمكن أن أتمر هذا صحيح لا هذا غير صحيح لا أنا لما أطلب ولكن خروجي كان خروج طبيعي أنا خرجت في تغيير حكومة عادي شمل حوالي 15 وزير نعم بالفهم من الوزارة يعني المعروفين وهذا يعني هذا أمر عادي يعني السيد الرئيسي الجمهورية رأى أنه يجدد يعني الوجوه في فترة ومرحلة معينة ما نزمش ننسى أنني قضيت 12 سنة كوزير وهذا يعني مدة طويلة يعني نسبيا بالمقارنة مع المعدل يعني المعروف تعالي الستيوزار تعالي 3 سنوات 4 سنوات 12 سنة يعني فترة طويلة جدا والحمد لله أنا يعني فخور بأنني حضيتك ثقة يعني يعني حضيتك ثقة سيد الرئيس الجمهورية وأنني خدمت يعني بلدي من هذا الموقع المتقدم أنت على المسئولية وهذا شرف أعتز به يعني ما تعتبرش نفسك أنك يعني ظلمت بما أنه ربما أنك أنت تحديد حتى يعني حركة حماس وقررت أنك يعني تواصل مع الحكومة في الأخير يعني تخلى عنكم يا رئيس الجمهورية لا لا أبدا ما شعرتش أبدا بهذا الشعور تعال يعني الظلم أو الخدلان أو شيء من هذا لا أخذت الموضوع يعني ببساطة أو أمر طبيعي وهذه يعني طبيعة الأشياء يعني التغيير ضروري في كل المستويات المسئولية ويجب أن يعني أرضى بهذا الأمر حتى لنفسي يعني هذا أمر طبيعي لكن خلد اللي قبلي ما وصلتش أنا لمنصب الوزير ولكن خلد أنا ما يجيش يعني ما يجيش يعني ما يجيش من بعدي وزير وهكذا في جميع يعني مناصب المسئولية هلها من بعد هذا يعني ما زلتم على وفائكم يعني الرئيس عبد عزيزي بطفل طبعا يعني الإنسان مش ممكن أنه يغير الموقف انتاعه اللي يبقى فيه يعني عشر سنوات ولا 15 سنة بين عاشية مضوحة ولا يعني يكون يعني ربما وصولي لا أنا هذه مش تربيتي ومش طبيعتي أنا يعني سنت برنامج الرئيس يعني حتى في حركتي السياسية عن قناعة وبقيت على هذا الوفاء إلى اليوم لأنني مقتنع بأن سيد عبد العزيز بطفلقة رجل يعني أعطى للجزائر أكثر مما أخذ ولازال حتى في وضعه يعني الصحي ربما لراه صعب ونتمنى ولو إن شاء الله الشفاء ما زال يعطي لهذا البلد من يعني جهوده يعني المتواصلة الآن ننتقل إلى الشق الاقتصادي كخبير اقتصادي أنت تعرف أن العالم حالي ليس فقط الجزائر يعيش أزمة مالية أزمة اقتصادية تراجع إنهيار نفط إلى سعار النفط عفوا الآن كيف ترى هذه الوضعية على الجزائر وكيف تقيم كذلك الإجراءات المتخذة لتجاوز هذه الأزمة لكل صراحة لا برك الله فيك ذكرت بأن العالم جميعا يعيش هذه الأزمة خاصة الدول المنتجة للنفط للنفط شهد التراجع يعني في مداخلها بشكل كبير جدا والجزائر يعني جزء من هذا العالم الذي يعني يعتمد في اقتصادياته خاصة في إراداته المالية على مداخل النفط شهدنا هزة مالية قلت أنا في وقت مضى قريب قلت باللي يجب أننا نتكلم على هذا الموضوع يعني بصراحة للمواطن حتى يعني يكون مستعد لأن الجزائري يتكلم له لغة الصراحة ولغة الواقع يتفهمك ويسمعك شيء طبيعي أنك أي حكومة تشهد مداخل تشهد يعني تراجع في المداخل تحنى تأخذ إجراءات تصحيحية من أجل مواجهة هذه الوباء بما قلت أنه لازم نصرحه الشعب بالحقيقة هل تظن أن المسؤولين حاليا يقولون الحقيقة للشعب الجزائري لا هو شوف سيد وزي الأول كانت تكلم يعني أقال باللي البلد يعرف تراجع في المداخل تأو كذا ولكن أنا ملومش ربما السياسي الممارس لأن دائما الخبير والمحلل ما عندوش هذك الثقل السياسي انتع الممارس لأن الممارس عندو واجب الطمأنة يعني أي مسؤول وزير ولا وزير أول ولا رئيس جمهورية عندما يكون يحكم لازم له يطمأن الرعي ينتعو لا يجب أن يصدمها أو يخلحها كما نقوله بالدارجة ولكن هناك حد معين من التحفظ في مرحلة من المراحل يجب أننا نقول الحقائق كما هي قال تراجعة المداخل انتعنا إلى الحد المعين الميزانية انتعنا هايلك الآن هايلك النفقات الضرورية انتعنا الآن لازم نعود الراجع يعني الأولويات انتعنا ما نقولش ما قالوش الحقيقة ولكن كان هناك تحفظ يبدو لي مبالغ فيه وصيد رئيس جمهورية في بيان مجزيز وزراء الأخير يعني وضح الأمر قال الشيء اللي كنت نقول فيه خلقوا الحقيقة والبلد يعيش أزمة مالية ما زال ما وصلناش لأزمة الاقتصادية وان شاء الله ما نوصلوها ولكن نعيش أزمة مالية حقيقية لأن المداخل تراجعت إلى أكثر من النصف والآن أصبح العجل الميزانية كبير ونناكله من صنطق ضبط الإرادات لكن لإجراءات التي تخذتها الحكومة إجراءات ضرورية أنا نأيدها ولكن قلت يعني غير كافية هي عولا جات شوية متوخرة إلى 2016 أنا كنت متمنى أنها في ميزانية 2015 تتخذ هذه الإجراءات يعني تدريجيا ثم في 2016 نزيد إجراءات أخرى وفي 2017 نزيد إجراءات أخرى بش الصدمة تجي خفيفة لأنك تخلي ترجع يعني بعض الإجراءات اللي ربما تكون قاسية لسيما اللي عندها علاقة بحياة المواطن بالفعل وهنا رأني نقصد مثلا الزيادات في بعض يعني الخدمات والله في بعض الصلع أو في بعض الأسعار أنت أشياء خاصة بالمواطن كي تجي يعني في دفعة واحدة الصدمة تكون قوية ورد الفعل قد تكون يعني أيضا قوية وبتالي سياسيا يصعب على الحكومة أنها تسير هذا الأمر أما كي تجيب جرعات يعني متتالية الوقع يكون أخف ما للوزير بما أنك أنت كنت في الحكومة تظن أنه الوضعية التي تعيشها يعني الجزائر حاليا اقتصاديا التقشف لا مفر منه ضروري نعم لا هذا أمر يعني ضروري لأنه يفرض نفسه كي تكون عندك عجز في الميزانية نعم كي تكون الإيرادات يعني أقل بكثير من النفقات وانا راني نتفكر في النفقات انت ميزانية تسير فقط نعم لأنه يسموها دايما النفقات الغير قابلة للتقليص يعني 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 اللي فيها الأجور فيها يعني تسير المرافق العمومية يعني يعني ككل كي تكون الإيرادات نتاعك من الجباية العامة أقل من ميزانية التسير رك في خطر رك في خطر صحيح أن يعني تقلص أسعار النفط والرنة يعني يعني البرفورمانس الحقيقية نتاع الاقتصاد نتاعنا رنة في حوالي 35% من الجباية البترولية ميزانية نعم 35% من الجباية البترولية تشكل الميزانية و 65% جاية من الجباية العادية لازم ننمش إلى مستوى أنتع 20% 25% 20% جيدة كي تكون الجباية العامة فيها 20% فقط من الجباية البترولية نقول ورنا تعدين مرحلة الخطر دولة بيترولية كما النرويج مثلا النرويج دولة بيترولية معروفة تخصص تخصص 10% فقط من الإرادات البترولية الجباية البترولية الميزانية البقية كلها استثمارات سيبن بدأ باختصار فقط لو نشوف مضمون قانون المالية اللي يتم حاليا مازال مقريب رح ينقشوه نتكلمه فيما يخص نقطة هناك إجراءات جديدة تخص أنه زيادات في فتورة الكهرباء الغاز إلى غير ذلك هل هذا رح ينجم منه مثلا زيادات مثلا في الأسعار خصوصا في الخدمات إلى غير ذلك طبعا تزيد التكلفة أي خدمة تزيد الأسعار البيع ولكن الدولة عندها دورة رقابة وضبط إذا تكلمنا مثلا على خدمات النقل القطاع النقل الأسعار مقننة أنا كنت وزير للتجارة ونعرف ما عنه سعر المقنن ما عنه هذه الدولة هي اللي تضبطه فكينين يعني معادلات ديزيكواسيون كي تزيد يعني مدخول معين قال نزيد مثلا خمس دانانير في البنزين أو في المزوت شحال في مئة كيلومتر يعني تكلفة بالنسبة للناقل هذه التكلفة تقسمها على عدد المقاعد المتوسط موش عدد المقاعد تعلق المركبة لأن كار قادر يرفض خمسين مكان ممكن يدي خطرة خمسين وخطرة يدي عشرين يعني يعني يعطيك شحال لازم يزيد هذاك الناقل في حوار طبعا مع النقابات الناقلين والله يقول لهم هاي لك تكلفان تعلق زيادة مخلوم يزيد يزيد وحدهم أنا سمعت مؤخرا بالليه نقابة الناقلين قروا أنهم يزيد وحدهم في الأسعار وهذا أمر غير طبيعي لذلك دور الدولة ضروري في ضبط هذه المسألة وكي تكون الدولة حاضرة بجهازها الضبطي والرقابي وأيضا ما نقولش القمعي العقابي تكون الأمور يعني تسير بسلامة نعم كذلك كناك نقطة مهمة شفنا لأول مرة في قانون المالية يعتمد سعر مرجعي وهو 45 دولار كسعر مرجعي هل تظن أن هذه الخطوة التي اعتمدتها الحكومة قادرة أنها تواجه نقص المداخل أو أن نلجأ إلى قانون المالية تكميني ككل مرة لا والسعر المرجعي دائما يديروها على فترة معينة من عشر سنوات عادة نحن كنا في سعر مرجعي 27 دولار بعد نطلع 37 دولار كيف نطلع 45 دولار والسعر البرميل حاليا أقل من سعر المرجعي 43 42 إلى غير ذلك لا هو كين السعر المرجعي وكين السعر النفقات هذه تقنيات خدمة إعداد الميزانية يكون فيه تنبؤ رصد للمداخل الممكنة المتوقعة للميزانية ولكن كين التصحيح من خلال صندوق ضبط الموارد المزر فيه موارد ولكن المعلومات التي عندي بأن هناك ثبات على السعر المرجعي 37 دولار ربما النفقات الفعلية داروها على 45 ك إيبوتاز فرضية حذرة لأن من قبل كنا نصرف 81 80 دولار للبرميل النفقات بينما السعر المرجعي كان 73 ولكن كان عندنا صندوق ضبط الإرادات الذي يدير الموازنة بين الأمرين نعم ما تظن كامل الحكم كامل هذه الإجراءات التي اتخذها الحكومة في مختلف القطاعات ما تظن أنها إجراءات ضرفية فقط عاجلة ما كان هناك رؤية استشرافية مثلا بعيدة المدى إلى متى الجزائر تستمر هذا يعني لا كما الحماية المدنية فقط نطفوا النار فقط يعني من خموش السنوات القادمة الأجيال القادمة ما تظن أنه إشكال كبير تعنيها الجزائر لا هذا الإشكال مطرح منذ زمان في الحقيقة لا لازمش نظلم يعني أنفسنا الآن ونقلوه منذ زمان والاقتصاد يعني عنده تبعية للنفط وكنا دايما نقول وحتى في نقاشاتنا في الحكومة منذ يعني سنوات من بداية الألفين كنا نقول يجب أن نبني اقتصاد يعني يبتعد تدريجيا على تأثيرات السوق النفطية اقتصاد قوي يعتمد على يعني الانتاج سواء الفكري أو الانتاج المادي للبشر ما عندهش يعني ارتباط بريع نعم مادة يعني أولية وطبيعية معينة ولكن لإجراءات هذه حتى ولكنت ضرفية ضرورية لأن إذا كان عندك يعني حريق لازم تبدأ بتطفي هذا الحريق ضروري ولكن في نفس الوقت يجب أن تعجل في الإصلاحات الهيكلية اللي توصلك للهدف اللي تكلمت عليه اللي هو هدف استراتيجي لأننا نبني لأجيال أجيال اللي رأنا نقوله الهاب اللي ربما انفقنا بقوة من خلال توجهة الرئيس في سنوات البحبوحة المالية في الهياكل القاعدية الكبرى اللي تسمحنا بشيكون عندنا اقتصاد قوي وتنافسي لأن من دون هياكل قوي نشوف الدول الصناعية بلايات المتحدة الصين ألمانيا فرنسا عندها بناء قاعدية كبيرة جدا موانئ طرق سيارة سكة حديدية مطارات مناطق صناعية ضخمة هذه كلها ما بنتهاش يعني بين عشية مضحة بنتها في فترة زمنية معينة وبإنفاقات جلها عمومي صحيح عندها مقطع الخاص ربما قوي جدا لأن تاريخيا اعتمدوا المقاربة الرأسمالية ولكن السلطات العمومية انفقت فإحنا درنا هذا الجهد اللي ان شاء الله الآن يبقى نمروا إلى الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع من الإصلاحات النظام المصرفي لازم يتحرك النظام لازم ندخله بشكل أكبر وأقوى تكنولوجية إعلامة في التسيير العام بش نديروا ديزيكونومي ديشال المتعلقة بالجانب الإداري لو كان نديروا برك يعني ديزيكونومي على مستوى تبذير الحكومي في الإدارات رحين يعني نتقشفوا كثير من النفقات وأنا قلت بش نطلبوا من المواطن أنه يتقبل شوية تقشف وزيادات لازم الدولة تعطي المثل لازم هي تبدأ تنقص في مظاهر التبذير ومظاهر الإنفاق من خلال الترشيد نعم حكومة تكلم عن الترشيد ولكن يجب أن يكون هناك ترشيد حقيقي للنفقات بش المواطن يامن يقول فعلا دولة يبدأت بنفسها فانساهم لأنه مش ممكن أن يكون هناك يعني عمل يعني ناجع إذا كان المواطن ما ثقش في السلطات نتاعه ومندمج في السياسة العامة البلاد نعم مصطفى بن بادة يعني ضيف الاقتصاد لهذا العدد استراحة قليلة ثم نواصل النقاش ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا ألا بكم مجددا مشاهدي ومتتابعي قناة نهار إلى الجزء الثاني من حصة ضيف والاقتصاد وضيف في هذا الستوديو السيد مصطفى بن بادة وزير التجارة الأسبق بكل صراحة كيف تقيم عمل يعني الحكومة حاليا يعني هل هناك يعني تضامن هناك يعني تنسيق إلى غيرها من الأمور والله هذا السؤال صعب يعني ومحرج نعم أنا أنا كمسؤول يعني أمتنع عن تقييم يعني عمل الحكومة كنت يعني جزء منها وزملاء فيها ولكن تكلمت على شيء مهم جدا هو التضامن الحكومي أي حكومة يعني حب تنجح لازم تضامن لازم تضامن الحكومي سواء في التصريحات سواء في أنا كنت يعني ما نرضاش بأشياء ولكن كنت تحفظ ندسها في قلبي وما نقولش يعني لا للإعلام ولا غير الإعلام بأنني منيش متفاهم مع الوزير الأول في النقطة الفلانية أو مع الوزير الفلاني في المسروع الفلاني مدام راني يعني في قابل أنني باقي في هذا الحكومة أبقى على وجه بالتحفظ يعني لأنها تعطي صورة غير يعني طيبة للمواطن بالفعل المواطن يشوف أن هناك مسؤولين غير يعني متجانسين ربما إذا كان هناك هذا الأمر ما يطمئنش أنما تقييم يعني صعب علي يعني يعني منش يعني في مستوى التقييم منتع الأخر وامتنع على ذلك لكن نقول أن التضامن ضروري التعاون والتكافل الحكومي ضروري لإنجاح برنامج سيد رئيس الجمهوري لأن في النهاية يعني الحكومة تعمل تحت سلطة وتوجيها سيد رئيس الجمهوري وبالتالي يجب أن يكون هناك يعني قيادة موحدة ويكون هناك تناغم في التصريحات وتناغم أيضا في الأداء نعم الآن يعني نتكلم على نقطة مهمة يعني بعد ما كان من الطابوهات يعني هذه الأزمة خلات الحكومة نوعا ما تتكلم على البارونات على مواجهة البارونات على كبح البارونات يعني التجارة الخارجية لنعرفه مثلا لما كنت أنت كوزير كيفاش كنت تتعامل مع هذه البارونات هل بالفعل بإمكان الحكومة أنها تقضي أو تراقب أو تتحكم يعني في هذه البارونات أولا الحكومة طبعا لديها الوسائل نعم يعني للتحكم في كل يعني مناحي الحياة مش فقط الجانب الاقتصادي ولا التجارة الخارجية كما تفضلت المشكلة مطروح البلاد منذ تحرير التجارة الخارجية في وسط تسعينات كنا نعيش أزمة خانقة وحررنا الاقتصاد من دون مقدمات في الخمسة وتسعين خمسة وتسعين ستة وتسعين وفتحنا وتركنا الحبل على الغارب للخواص لأنهم كانوا هم الذين يمونوا الاقتصاد الوطني وفي ذلك الفترة قاموا بدور كبير لا يجب أن ننسى ولأن الدولة كانت تعيش على نفقات صندوق النقد الدولي اللي كانت تعطينا شوية فلوس 200 إلى 300 مليون دولار في كل سوداسي ولا في كل ثولاتي وكانت تفرض علينا للقطاعات اللي ننفقها فيها فالقطاع الخاصة اللي كان يمول جزء جزء من الاقتصاد لسيما المواد الأساسية ولكن بعد ذلك عندما تحسنت الأوضاع كان من المفروض أنه نسرعه يعني في الإصلاحات يعني يعني الهيكلية للاقتصاد ربما هذا الوقت اللي طولنا فيه هو اللي خلى أن الواقع يفرض نفسه وتكونت هناك يعني كما سميت من تايابارونات للتجارة الخارجية وتكونت هناك يعني في بعض الأحيان كما في السكر ولا في الزيت ولا فرأس المال يولد رأس المال يكون في وضعية مريحة ويكون سباق في السوق رأس المال راح يضاعف ويكبر ويكون عنده نفوذ هذا شيء ولكن الدولة ما لازمش تتخلى عن وجبتها أنت على الضبط كما قلت وأنت على الرقابة أنا كنت وزير حاولنا نستدرك هذا التأخر من خلال وضع العديد يعني كنت تقدمت كم فيهم مالي وزير بكل صراحة كان يمرسوا عليك ضغوط لا لا ما كنتش يعني حتى واحد يمرس علي ضغوط بكل صراحة ولكن أنا كوزير للتجارة نعم لأن في الحكومة كل واحد عنده دور بالفعل كوزير للتجارة الهم نتاعي في الحقيقة هو أن السوق نتاعي يكون ممون ممون بطبيعة المهم المواطن اللي يطلبها يلقاها ولكن في إطار يعني التضامن الحكومي لازم يكون نعمل باش يكون السوق ممون بطريقة أولا شفافة وبطريقة ما تضرش لاقتصاد تاعي بالتالي أتضامن تلقائيا مع وزير الصناعة مثلا اللي هو مكلف بالإنتاج ولا وزير الفلاحة ولا الوزراء اللي عندها قطاعات منتجة باش نستهلك المنتوجات نتعنا ونضيق يعني على المنتوجات الخارجية ولكن هذا الأمر ما كانش مطروح بهذا الشكل لأن كانت لدينا قدرات مالية وكنا نسير تدريجيا في ضبط التجارة الخارجية من خلال القوانين اللي كنا نعدوا فيها ومن خلال خاصة الضبط القانوني والتنظيمي لأن نعم تكلمت على نقطة يعني استوقفك هنا تكلمت على القانون وتكلمت على التنظيم يعني بعد 20 سنة يعني خلينا هذه البارونات خلينا هذه الشركات يعني الاستيارات يعني تدير واشتحب يعني تدير ثروة تدير نفوذ إلى غير ذلك اليوم تتحدث الحكومة حول تنظيم التجارة الخارجية عن طريق رخص الاستيارات هل رخص الاستيارات هي اللي رح تتحكم وتنظم يعني ما يعرف بالتجارة الخارجية قبل الجواب على هذا الأمر نقول بأن هذ الناس اللي تاجروا نعم أول القانون يسمح بممارسة هذا النشاط ما خدموش خارج القانون نعم ربما خدموه بطريقة فوضوية غير مراقبة ظرت بالاقتصاد الوطني ولكن كانوا يعملوا في إطال القانون ما لازمش ننسى هذا الأمر كانوش يسرقوه كانوا يخدموه يحولوا الأموال عن طريق البنوك يعني عن طريق المؤسسات الرسمية كانوا يمولوا في الاقتصاد الوطني بشكل عادي الدولة ربما ما كانتش عندها يعني ربما القدرات باش تتحكم بشكل أكبر في الآن كي تراجعت المداخل من الطبيعي أننا احتياطية الصرف اللي بقاتلنا نوظفوها فيما هو أفيد لنا ورطبو الأولويات منتعنا قال لازم نجيبو الدواء منتعنا لازم نجيبو الغذاء الضروري لازم نجيبو المواد الأولية لتشغلنا الاقتصاد منتعنا ولكن لسنا في حاجة للكماليات رخص الاستيراد كثير اللي ربما مغالطين فيها مطلب منتع المنظمة العامية للتجارة مش فقط درناها كجزائريين كرد أنا كنت يعني من بين الوزراء اللي عاودوا بعثوا من جديد المفاوضات اللي توقفت في سنة 2010 في 2013 عاودت بعتها من جديد وأشرفت بنفسي على جولتين من الحوار وحضرت الجولة الثالثة المنظمة العالمية للتجارة تطلب الشفافية فقط ما تقول لكش ممنوع أنك يعني تدير رخص الاستيراد بالعكس تقول لك لازم تدير قانون ما تديرش رخص الاستيراد يعني بطريقة غامضة وغير شفافة دير قانون وقنع المتعاملين يعني الفورنيسر يعني الدوليين بأن هذا وما لازمش تديرها لكل المواد لازم تخير المواد اللي تديرهم رخص الاستيراد وهذا هو اللي نص عليه القانون يعني مؤخرا بما أنك يعني تكلمت في سياق كلامك قلت أنه هذا البرونات وهذا الشركات الاستيراد كانت تشتغل يعني في القانون إلى غير ذلك لو نشوف يعني التصريحات الأخيرة تعوزير التجارة قل العكس من ذلك قال أنه حوالي 30% يعني من فتورة الاستيراد يعني تم تضخيمها يعني ما تشوفش أنه حاليا الجزاء الوضعية التي تعيشها ليست وضعية اقتصادية طلب تقشف وإجراءات ما تشوف أنه هناك منظومة فساد إلى غير ذلك لا موضوع الفساد موضوع كبير وخطير جدا على الاقتصاد الوطني وعلى المنظومة العامة يعني الحكم في البلاد مش فقط على الاقتصاد بالفعل موضوع الفساد موجود في التجارة الخارجية تكلم عليه سيد وزير التجارة واللي عود وضح وصحح الكلام تعو لأن الكلام تعو ربما فهم يعني بطريقة غير غير دقيقة وأنا سمعت الرد نتعو في كل قطاع كين ناس يعني انضافوا ناس فسدين التجارة الخارجية فيها ناس انضافوا ناس فسدين وهنا المشكلة الموضوع في ان اجهزة الرقابات تعالى الدولة سواء في الجمارك او في وزارة المالية او حتى في بنك الجزائر ما عندهاش يعني وسائل لتتعرف على يعني الاسعار العالمية نتع نتع كل السلع والبضاع اللي نتبادلها الكود دوان تعنا قانون الجمارك تعنا في حوالي ستلاف بوزيسيون طريفة ستلاف عندنا يعني اقل من الف وخمسمائة ولا الفين يعني مادة اللي عندنا فيها بما يسمى بلاركوس يعني تقريبا يعني واش هو السعر متاع هذه المادة في السوق العالمي البقية ما عندناش اسعارها تلي كي جي سي ديكلاراتيف كي جي مستورد يقول لك انا شريت هذا الكاس بعشرة دولار ما تقدرش تقول له لا ركغلت ما شريتوش بعشرة دولار يجيب لك الفاتورة من عد الممون تاول وفرنيس يقول لك بعتها له بعشرة هولك بعشرة دولار اثبت نتاع قال لك انو التوطيل بنكرة سنرجوه إلكترونيا باش نواجهوا هالشي كافي راح يحسن الوضعية ولكن غير كافي نعم نقول لجم يكون هناك علش المنظمة العالمية التجارة فيها جوانب إيجابية كثيرا لسه ما في الشقة الرقابي والتنظيمي متعلق بالشفافية كي تكون عضو في النظمة العالمية التجارة يسمحو لك الدول العضاء انك تربط في شبكة الرقبة تاعك سواء في الجمارك أو في المخابرات المالية ينسح التعبير مع الأجهزة انتاحهم وتتحكم أحسن تبقى بعيد ما يكون عندك هذا الالتزام ولذلك كان كثير يخافوا من المنظمة العالمية التجارة لأنهم يخافوا من موضوع الرقابة وموضوع الشفافية صحيح كان جوانب سلبية في المنظمة العالمية التجارة متعلقة بفقدان بعض المداخيل نظرا ولكن الشق التخفيضات الجمهورية التي سنجعلها مرتبطة بالمفاوضات وليس مرتبطة بشيء آخر نعم بما أن الوقت يدهمنا بقى بعض الأسئلة نحاول أن نجيب عليها باختصار فقط نرى فقط مؤخرا قررت الحكومة على لسان وزير التجارة وقف احتكار مادة السكر وتقديم ترخيص لمتعاملين آخرين كيف تقرأ هذا القرار وما الفايدة الاقتصادية لا هو ما كانش كان احتكار كان هناك هيمنة حالة هيمنة مفروضة تلقائيا مش فرضها هو لأن هذا المتعامل عنده قوة تفاوضية في السوق العالمية عنده وضعية أيضا تاريخية إنسان موجود في ميناء نعم نعم التكلفة الاستثمار من نفسه فيها حتى واحد كي واحد يروح يدير مصنع على مئة كيلومتر من الميناء غير التكاليف تع النقل تع التفريغ وانتع النقل المادة الأولية رأوا يسبقوا فيها هذا فتوسيع الاستثمار لكسر الهيمنة إيجابي وضروري وانا نأيد يعني كان هناك استثمارات حتى في الوقت اللي كنت فيها بالفعل استثمار في سيدي موسى مع شريك فرنسي استثمار في وهران يعني كانت انطلقت في الوقت اللي كنت فيه يعني وزير للتجارة وشجحت هذا الأمور والاحتكار دايما أو الهيمنة يعني مش حجم لحلسية ما في المواد الأساسية اللي عندها يعني علاقة بال نعم يعني بعد قرابة يعني عشر سنوات يعني من دخول اتفاق الشراكة بين الجزائر وكذلك الاتحاد الأوروبي قررت يعني وزارة تجارة مؤخرا يعني أو إلغاء نظام الفيفو هل هذا تدارك للفشل أم أنه حتمي اقتصادية لا نظام الفيفو آلية تقنية نعم ما وش قضية تفشل لأن متعلقة ببعض المواد اللي عندنا فيها حصص مش مواد كثيرة هي مواد فلاحية بالأساس عندنا فيها حصص كين دول كثيرة معتمدة أشياء أخرى وأنا كنت اقترحت نعم في وقت سابق أننا نعدل الفيفو لكن ما تفهمناش مع وزارة المالية ومع لدوان قلت باللي أنا اقترحت هذا الوقت قلت نجيبه المنتجين مثلا المادة السكر نجيبه المنتجين للقاطو للحلوة المشروبات يعني العصائر نقسمه عليهم هذا الكونتينجان دي السكر بش يجيه مخفيف ما نخلوش واحد يعني يجي ياخذه لأنه عنده قوة تعتفاوضية ويجي أول جنفيه هو اللي يقدم كانت تترفض هذا الوسمة الآن رجعوا لإقترح ربما اللي قدمت أنا ذاك هي مسألة تقنية في الحقيقة موضوع الفيفو وتهم يعني حيز ضيق ولكن اتفاق شركاء حاولنا نراجعه في 2010 وأرجعناه إلى 2020 ولكن من الضروري أننا نعود نراجع المسألة مع الاتحاد الأوروبي لأن هذا الاتفاق للأيام أثبتت أنه في اتجاه واحد بالفعل الآن في سياق الجدة الذي أثرته ترخيص عمارة بن يونس البعي الخمور يعني نشوفوا أنه هذا الوزير السابق يعني يتهمكم أنتم في الفترة تاكم يعني بمنح ألف رخصة يعني فيما يخص هذا الشي ما هو ردكم هذا غير صحيح أنا ما بديت لألف لمتين لأ ما بديت حتى حتى نصف وحدة لسبب بسيط أن هذا النشاط متعبع هذه المواد نشاط مقنن هناك قانون يضبط هذه المسألة نشاطات المقننة القطاعات المعنية هي التي تقننها وقلت سابقا بأن بيش تستورد الدواء بيش تستورد الدواء لازم تجيب رخصة من وزارة الصحة بيش تستورد منتوج فلاحي لازم تجيب رخصة من وزارة يعني لا أساس الفلاحة وهكذا هذا المواد بيش تشتغل في هذا الحقل هذا لازم تجيب رخصة من وزارة الداخلية الوالي لازم يعطيك رخصة وبهذه الرخصة تروح تدير السجل للتجاري وزارة التجارة ما عندها حتى علاقة فالوزير بن بدأ ممت لا رخصة لا ثنين لا ألف وانا رضيت على نعم السيد بن يونس وقلت باللي لأسف تصريحة انت وكانت في غير محلها وما عندهاش يعني أساس تماما من الصحة نعم الآن تكلموا على نقطة مهمة شفنا يعني مؤخرا يعني عمار سعيداني في تصريح لقناة النهار قال أنه هذا الرجل يعتبر يعني من أكفأ الوزراء يعني منذ الاستقلال وأنه باري وراح ضحية يعني مغالطات ماذا يمكن أن تقول على هذا الرجل والله هناك دخلتنا الشق السياسي يعني من الاقتصاد يعني كزميل كان لا أنا عرفت سيد شكيب خليم مدت يعني حوالي عشر سنوات يعني كوزير كان بيناتنا احترام ويعني تعاون عادي ولكن الأمر المتعلق بالجانب الفساد الذي نسب إليه أنا نظن كان جهة واحدة مخولة العدلة التعاطي معه هو العدلة الجزائرية خلوا العدلة تخدم خدمتها درك بشي صرح سياسي هذا شيء شيء يخصه أنا أنا نقول إذا كان عنده أشياء يعني متهم بها العدلة هي التي تثبت لنا هل فعلا قام بهذه الجرائم ولا ما قامش بها نعم الآن يعني بما أنه الوقت يعني يداهم منافقة أسئلة يعني بسيطة ونتمنى الإجابة كذلك في جملة أو حتى في كلمة ما هو الدرس الذي أخذه مصطفى بن بادا بعد خروجه من الحكومة والله الدرس بأن أولا يعني أنه أنه شرف للعمل يعني يعني في لا عمل يعني لصالح الوطن وخدمة المواطن ولكن المسؤولية صعبة الدرس هو المسؤولية صعبة في بلادنا وأمانا ومهما يعني اجتهدت بشتتتوفيها حقها صعب أنك توفق يعني بشتتوفي المسؤولية حقها نعم الآن يعني نتكلم على نقطة مهمة أثرت الكثير يعني فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي لماذا الوزير أو المسؤول في الجزائر يخطم الشعب الجزائري باللغة الفرنسية هل اليوم يعني الوزير أو المسؤول ملزم أنه يتعلم اللغة العربية أو أنه يتكلم لغة عربية رأيي شخصي ضروري لأن لأن اللغة العربية عنصر سيادة نعم وأنا كنت أجتهد رغم أنني يعني أحسن اللغة الفرنسية ويعني أتكلم أيضا شيئا ما اللغة الإنجليزية ولكن كنت أجتهد دائما خاصة في لقاءاتي الرسمية أنني أبرز هذا الجانب وهذا العنصر من السيادة اللي هو التكلن باللغة العربية صراحة تهاون بعض المسؤولين في هذا الجانب أمر مشين يعني نهما كانت مستوى المسؤولية نعم الآن تكلموه فيما يخص مجموعة 19 اللي طلبت أنها تلاقي رئيس الجمهورية وطلبت حتى مطالب اقتصادية مثلا كإلغاء حق الشفاء ماذا يمكن أن تقول باختصار بذنك؟ والله هذا مواطنين عبروا على رأاهم يعني هم أحرار في التعبير يعني على رأهم أنا نشوف باللي هذا يعني ظاهرة صحية أن المواطن الجزائري مهما كانت يعني رتبته يعبر على رأيه وهذا شيء جميل يبقى يعني طريقة تفعل يعني معها السلطات حرة يعني في الرد عليها وعدم الرد عليها ما رأيك فيما يقوم به حاليا منتدر رؤساء المؤسسات؟ والله هي منتدر رؤساء المؤسسات يقوم بدور إيجابي ولكن ننتظر الملموس نعم ننتظر الملموس لأنه تكلم على أشياء كبيرة وعد وعود يعني يعني أيضا كبيرة نتمنى إن شاء الله أنه يحدث نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي الوطني لأنه رباب العمل دورهم هو هو إنشاء فرص عمل هو خلق ثروة هو دفع عجلة النمو في الوطن فهذا الأمر رأي منتظر ومطلوب ومرغوب نتمنى إن شاء الله أن نشوفوه في الواقع في يوم من الأيام قلت أنه سيأتي اليوم الذي ستتكلم فيه وتقول فيه يعني تقدم تقرير يعني حول فترة يعني اللي كنت فيها وزير وهذا التقرير سيكشف العديد من الخبيل هل حان الوقت أنك تقدم هذا التقرير أم أنك تواصل على لا أنا ما قلتش تقرير يعني قلت كاين بعض القضايا نعم لربما الوقت ما يناسبش أن الإنسان يتكلم فيها لأنك الناس معنيين رهما زاني في المسؤولية فتبقى للتاريخ يجي وقتها كل مسؤولة عنده عنده بعض الحقائق عاشها مثلا في ما يسمى بأزمة الزيت والسكر نعم عندي حقائق كاتبها مدونة يجي الوقت أن المواطن الجزائري تهموا أنه يعرفها لكن ما زال الوقت ما محانش باش نتكلم فيها آخر سؤال أمام الكاميرا وأمام كل المشاهدين لمن تقول شكرا ولمن تقول عذرا والله أقول شكرا لوالدي نعم رحمهم الله على كل حال لذني ربياني فأحسن تربيتي ولله سبحانه وتعالى قبلهما وأقول عذرا للشعب الجزائري لأنني تولد زمام أمره في فترة معينة إذا كنت أخطأت في حقه نعم أنا سعيد جدا بهذا الإقاسي مصطفى بن بهدو وأنا أسعد شكرا لك مشاهدي ومتتابعي قناة مهار نتمنى أن تكونوا أنتم كذلك استمتعتوا بهذا الإقاسي كما استمتعت أنا كذلك قبل تحياتي وتحية كل الفريق التقني العامل معي على رأسهم المخرش طريق أطيب المناء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر